السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا مثال على استخدام الذكاء الاصطناعي في العمارة ممكن الذكاء الاصطناعي يساعدك في توزيع او ان تدريه منطقة ويبدأ ان يعيد تصميمها او يديك مكتراحات للتصميم كما ترى ويبدأ حوال 2D ل3D يديك اكثر من اكتراح لو انت مثلا تكبرت شوية في المطبخ يبدأ هو يعيد توزيع كل شيء موجود يبدأ يزود في حاجات مثلا يقلل في مساحة الحمام ويضع فكت شرق او يشيل فكت شرق بحيث ان هو يعمل update هذه حاجات ستبقى أساسية في الوتوكاد وهتبقى في الريفت والاركيكاد أساسي اي برنامج عشان تشغل عليه لازم يكون بالشغل بالذكاء الاصطناعي هيكون في حلول كثيرة طبعا مش في مجال العمارة لا ده في مجال العمارة في مجال في مجال ممكن تقول له مثلا ان انا عايز المنطقة دي تبدأ توزحها مثلا لايتينج وتوزع التكييف يبدأ هو يوزحها لك ويوصل ويتأكد لك ان الكود متطابق هل هو حاجة صديقة لبيع لا كل الحاجات دي بقيت أساسية موجودة خلال شهور هتلاقيها نزلت في البرامج او اول تحديث سيحصل هتلاقي الحاجات دي موجودة فيها مثل ما حصل مع شركة ادوب على طول خلال شهور بسيطة بدأ يعملوا update ويجعلوا الزكاية الصناعية جزء من الزكاية من البرامج العادية ده كان هناك برامج تبقى فيها مزايا أكثر هنبدأ نشوفها مع بعض وكل دوت بيبقى بسهل جدا حاجات مثلا عندك البرامج توزع فيه لانت ممكن تقوم بوضع البرامج وبعد ما وزعت البرامج واحد قال لك لا انا عايز هنا مثلا اضع الصنصير زيادة اضع اوتوماتيك يعيد توزيع ويبدأ انه يغير الارقام فده هيقلل لك الاخطاء مفروض بقى الوقت اللي انت كنت تبزله عشان تعمل حاجات دي مانوال تستخدمه في ان انت تعمل تصميم افضل يعني خلاص زي ما كان الاول ناس بتعمل كتير بالورقة او القلم فالكمبيوتر جاء وفر لهم وقت الوقت ده بيستخدمه حتى يعملوا تصميم افضل لانت برضو الوقت هيقل معاك او ان انت تبدأ تراجع كل حاجة او ان انت لا هنا بيديك اختراحات وحلول ممكن تدلو المنطقة وتقول له وزع للغرب فيبدأ يديك حلول كتير وانت تبدأ تختار برضو نفس الفكرة حاول باستخدم الوقت ده ان انت تعمل حياة افضل للبشر تمام تقدر ان انت تعمل سين ان وتبدأ تشوف التطبيق غالبا هايقولك لا لازم تتكلم مع احد العمل عشان نبدأ ان نفهم اللي انت عايزه ونعملك حاجة مخصني فتمنى اعجبكم ان شاء الله اللي موقع اشتركوا في القناة